مشاهدينا رح نكفي بهالرسالة الكبيرة لحاملينها من لبنان إلى سوريا إلى العالم كله بتكريس سوريا إلى قلب مريم اشتراكاً بقلب يسوع الأقدس سيدنا حيب ناخد بركتك لجميع المشاهدين والعاملين بالتلاليوميار كمان بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين بركة الله الآب بقوة يسوع المسيح الكلمة وبقداسة وفعل عمل الروح القدس تحل عليكم جميعاً على التلاليوميار وكل من يعمل به ومسيو دومينيك على كل المشاهدين والسامعين على كل من بلداً يعاني الحروب وعلى سوريا وعلى كل بلدان الشرق الأوسط والعالم لتكون هذه البركة لتكريس العالم كله باسم الآب والإبن والروح القدس له المجد إلى الأبد آمين أنا بدي أشكر الحقيقة بدي أشكر مسيو دومينيك بدي أشكرك بدي أشكر تلاليوميار الشكري بدي أبعثه لغبطه هاللي كرس لبنان وسوريا من لبنان ومن البرتغال والشرق والعالم هذه نعمة كبيرة وبيدي أشكر سيادة المطران سمير نصار هاللي استقبلنا عنده برشيته ومن عنده بينطلق التكريس وهذا الشي بعتبر أنه هدية من السماء وكل تكريس الحقيقة هو هدية من السماء مش صنع البشر البشر بتتلاقيه لأنه الله بيكون قدم لنا إياه ونحن نرجع نردله إياه مع كل ضعفنا وتعثيرنا بس هو بجعب يعطيها أبعاد متألقة نحن ما بنعرف نعمله بقوتنا الزيتية من هيك هالتكريس وكتير مهم أنه يظل مربوط بشكل مستدين بأله أحيانا من فكر التكريس صنعنا نحن مستفيدين منه مستفيدين من ثماره هو من صنع الله وكنت تفضلت وقلت بالحلقة بالإسم الأول أنه نحن عم نفكر حقيقة عم نفتش على الله هو بالحقيقة اللي عم بيفتش علينا وقت اللي بيقول أنه الراعي بيروح يدور على الخروف الضال بس يلاقيه بيرده بيحمله على كتافه من طلق من السماء وقت اللي أخلى ذاته بحثا عن الخروف الضال اللي هو الإنسان حتى يرجع يحمله على كتاف وصليب ويرده إلى الملكوت هذا هو التكريس أمين بقى أنا حابب أنه مدام شانتال تخبرنا شوي عن موضوع عملية عملانية مبدأ التكريس وروحانيته وتألقه ذكرتني بالتقس الأرتدوكسي بيقوله نعطيك يا رب مما لك بالضبط مما لك مما لك أنه التكريس هو عمل إلهي لخلصنا نحن بس نلتحق فيه أو من هنا شانتال فيه هيك بتقول مريم العدرة لأحد الأديسيين بالزهورات بس تخلصوا صلو الوردية أول شيء مثل ما قال سيدنا مع العيلة دائم همي الصلاة مع العيلة ونقول أنه بآخر كل بيت يا عدرة بهالمسبحة الوردية شركة بقلبك الطاهر بقلبي سوء الأقدس له بولادي بقى خلينا نحكي هلأ عن إشي عملينية هيك بريئة أو أكتر هيك فيها عمق لهوتة شو فينا نعمل على الأرض أول شيء دعوة لمن الحقيقة نحنا كلنا مدعوين اليوم ما فينا نوقف ونضل نقول أنه أنا مالي دور أو أنا ماني موجود أو شو دوري أو في مين عم بيعمل أو هاي الكهنة عم بيكرس والرهبات عم تعمل لا اليوم الكل مدعوب لازم الكل نمد إيدنا كيف نمد إيدنا وكيف نكرس شغلة كتير بسيطة اليوم الاشتراك بالتكريس ما نطالب مننا جهد كتير كتير كبير نحنا إلنا فيه الإنسان من كلمة لك يا مريم وكرس سوريا يكون نشترك بالتكريس فيني أنا اليوم الصبح أنا قلت له لبنتي اللي بالمدرسة بهالتسعة أيام كل ما بيصح لك مامي قولي لك يا مريم وكرس سوريا سامبل ما لا قلت له لأنه تروح تعمل لأنه لا عنده وقت تعمل أداديس عنده صليت التكريس وقت بيصح لها إذا قرتها بس هيك بتكون كرسة بلدها راح تشاركت بإداس تكريس بتكون شاركت نحنا اليوم ما بدنا خطوات كبيرة ما لح نجي نقول للعالم أنا بعرف أن الحياة صارت متطلباتها كتير كبيرة ويسوع شايف هالشي بسوي حابب مننا نعمل مبادرة نعمل خطوة خطوة صغيرة أنا اعترفت أدمع نية بلدي أنا اليوم حابب أعمل عمل خير أدمع على نية بلدي صوم على نية بلدي روح أحضر فيه بكل المحافظات بأغلب المناطق في أداديس بالتساعية كان على كل يوم كل يوم إداس شارك بهالإداس ما قدرت شارك بالتسعة مو مشكل شارك بواحد بقرأ صالة التكريس نحنا يوميا عم نبعث على جروباتنا اللي نحنا متوحدين فيها صلوات تأملات عن فكرة التكريس إذا قريناها على نية نشترك بكفي إذا أنا تطلعت في السماء وقلت له بحبك يا يسوع بتاع أنت تدخل بكفي إذا قلت له نجينا يا رب نجينا نحنا ما بدنا نعمل إشياء إنه ما عم نلحق هي أوكي كتير حلو أنا من الناس اللي بتصلي ورديتها كل نهار وبشجع لهالصلة وبعرف قديش العذرة دخلت نعم بحياتي بس بنفس الوقت ما لح أقلهم للكل إنه إذا ما عملتوا هيك أنتوا ما عموا تصلوا لأ نحنا فينا نصلي بإشياء صغيرة فينا نقلو بحياتنا كلها بإيد الله يعني نحنا نكون كلها دخلناها بمبدأ التكريس كيف؟ مثل ما حكيت بأول فقرة فينا نبلش بكل يومنا يكون عم بتسلم لأ الله بكل حركة صغيرة بالبيت عم بغلي فنجان القهوة لجارتي حط فيه محبة وقال له يا يسوع تعبارك هالقهوة خلي هالجلسة تشهد لحبك ونتعود نحكي على البناء نحكي أمورنا أمور مضروري نحكي نحكي بيسوع بس نحكي بطريقة يسوع نحكي بحضور يسوع نرجع نطلب يسوع بحياتنا أنا بدعي كل إخواتي وبالأخص السوريين وأكيد بدعي كل إخواتي بالعالم أنه بليز تعو كلنا سوا كلنا سوا نحمل بلدنا بتصرف صغير بصلاة صغيرة بدعوة بتوبة ببوسة نقدم ابتسامة عبكرة أدمى لحدا قل له يا يسوع هاي الابتسامة أنا بأدمى لخلاص بلدي أنا وهيك منكون كلنا سوا عم نتوحد والصيحة النهائية نحنا قلنا لهم بكتير شي بسيط صرنا خمس سنين الساعة سبعة المساة بتسعة وعشرين إيلول بعيد رؤسة الملايكة كل حدا يعير ساعته سبعة المساعة أو إيد دمشق بس يرفع راسه للسماء ويقول سوريا لك يا مريا من مطرح ما بيكون شو الظرف اللي بيكون فيه بس نتوحد بصوت واحد خلينا نتوحد نبلش هيك وهو يسوع بيشتغل هو ما بده مننا كتير بده مننا نفتح قلوبنا نطلع فيه وهو هو اللي لحي يكررس هو اللي لحي يشتغل يعني ما في كلام من بعد دي الشغلة بسيطة بزيت الوقت فيها قوة 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 أداسة وأخد موقف يا رب يعني منرجع فاطمة على مريم العذرة على نداء السماء أنا بسميه أنه الرب يسوع يفتش على النفوس وهدفنا نحن نخلص متل ما بتقول العذرة بكلام الروح الأدوس أكيد عم تتكلم أنه نخلص نفسنا نغير هذا السيري ونخلص غيرنا يعني كرس سوريا شو يعني كرس سوريا أو كرس لبنان أنه يا رب لهمن لهالأشخاص بسوريا بلبنان كمان هني يتقدسوا هني يغيروا السيري أنا مستعد أقدم دحكتي واجعي نهاري كرمي لك يا يسوع عائدين مريم بس تتخلص هالناس بسوريا وبلبنان يعني أنا كمان بدعي لبناني أنا عندي غرط هلأ بدعي كل لبناني كل طفل وكل شاب وكل كبير أنه إذا عنده لحظة يا رب يا عدرة كرسي لبنان ليسوع وكرسيني أنا كمان بالفعل أخبرك أنه بكل مرة بنعمل إديس هون بلبنان تكريس لك يا مريم سوريا ولبنان وأنا أكيد بدعي كل المشاهدين بلبنان وبالعالم يصلوا خاصة لسوريا لأنه هلأ في تكريس سوريا بالفعل وأكيد لبنان دايما بالقلب أكيد والحقيقة التكريس هو بدايته تقديس الزيت ما بقدر أني المسيح بيقله نتلميزه حتى هلأ لم تطلبه شيئا باسمي كيف بدي أطلب باسمه أنا؟ بدي أصير إشبه له تقدر أطلب باسمه حلو ونحن بدنا نتقدس حتى نقدر نطلب تكريس بلدنا وعائلاتنا وأرضنا وشعبنا وكل شعوب الأرض بدي مهمة سيدنا هالفكرة عم توقف عليها أنه الرب ما بيستعمل متل ما بنقول أدوات فاسدة الفعل يعني كيف الأدسين كانوا فاعلين صح لأنه كان عندهم هالأداسة يقدروا يترجموها بالواقع لازم نتقدس تنقدس بالضبط بالضبط ايه بالنسبة لموضوع الانتشار التكريس على كل مدن ورعاية سوريا إذا فيك تحكينا عن إيه؟ نحنا وقت بلشنا أول سنة كانت بلشنا بتكريس متواضع من هون من لبنان كرسنا سوريا كنا خمس أشخاص اللي عم نشتغل وكان معنا سور ماري ريمونت ولهلأ هي معنا حبيبة تقليه ومدام نادا اللي هو جامعية الأطوى ماري داعت سور ماري ريمونت داعت سيدنا أنا ما كتل السبع عرف سيدنا داعت سيدنا من سوريا وإيجا وبلشنا أطلقنا أول تكريس وبكنيسة الزروع هون بلبنان ويسوع اشتغل سنة على سنة كبريت الفئة هاللي أخذ يسوع الصلاة صلاتنا الضعيفة إبلا وهو أخذها وفعلها وكبريت الجماعات وقت كبريت الجماعات صرنا عم ننتشر سنة على سنة أكتر أقدرنا بالسنة الثالثة ننطلق من قلب السورية من قلب الشام وحلب وسنة الماضية كان الانطلاء الرسمي من دمشق وحلب والمحافظة وهالسنة عنا ليست سنة الماضية وهالسنة عنا مجموعة كنايس عم بكتر المجموعة من كتير ضياع وكتير مناطق عم بتشاركنا بأداديس أو بإداس أو بمسابح وفي كتير أشخاص من كل إنحاء العالم حتى في سيدنا راسل عدة رهبانات راسل عم بيشاركونا كمان فالتكريس اليوم أخد انتشار أكبر وصار فينا نشارك فيه بشكل أكتر وكانت الفكرة عدة زبائح ليش؟ صحي زبيحة التكريس الأخيرة لح نعمل زبيحة لح نحتفعل سوى لح نعيد سوى يوم السبت أكيد بي زبيحة بس كمان كل هالزبائح هي انتشارة كتير ضروري كل ما عملنا زبائح أكتر كل ما قدرنا نعمل نشارك يسوع أكتر ومن خلاله هو تتفعل النعمة أكتر في صلاة لمريم العدرة عطتها لأخت أنيس بآكيتا اليابان اللي هي بتنتمي لخدام الأفخارستية بسموها صلاة خدام الأفخارستية وبصلبة فيها الفكرة اللي عم بتقولها شونتال إنه باسم يسوع الموجود بالأفخارستية عكل زبائح يعني بكل زبائح الأفخارستية بالعالم يعني ما ترح ما عم بيصور في قديس بهاللحظة إذا منشرك صلاتنا معهن عرث سماوي عرث سماوي يعني هل تكثيف الصلاة وأكبر صلاة هي الزبيحة الإلهية نكسيف الزبائح وهيك الفكرة كانت إنه نكسف الزبائح وإنه يشارك عدد أكبر مضروري نعمل كنيسة ملانة عالم أو رعية وباقي المناطق لا خلي يكون بكل المناطق فيه وكل اللي قادر يشارك شارك من محله وزبائح أكتر يكون فيه أنا حبيت الفكرة يا شونتال بس بركي سيدنا بيعلق عليها إنه بلشنا هالقطيع الصغير اللي دوره كبير قداش كيف قالها بينمي حبة خردة كبرد وصارت شجرة وعشة شت فيها طيور السماء الحقيقة هو روعة التكريس في نموه مثل ما كنت قلت الفكرة قبل كمان في نموه وهالنمو ما في نمو إلا إله هدف هدف النمو يسوع المسيح ملء قامت المسيح بمسية بسمية مربولوس بقى هون قد ما نعمل نمو قد ما يكون الوعي العميق للحاح النمو للوصول لأداسة منصير فيها شبيهين بيسوع المسيح بهالقدر بيصير فيه سلام بالعالم يعني نحن حجارة حية تتبني صرح السلام بالعالم واللي بينطلق من الله وبيرجع على الله بس بيمر فينا يعني مثل اوه يسوع نزل من السماء يجعش بيناتنا ورجع طلع على السماء نزل لعنا سحبنا ورجع طلع معنا طلعنا معه على السماء التكريس هدى دوره هدى دوره يعني نزلة من السماء بول نعمة الله عيشة على الأرض لتحويل الأرض صورة للسماء ورفع الإنسان مع الكائنات بجسده باتجاه المصالحة مع الله حتى يكتمل العالم جديد بالله اللي هو تكريس وسمار التكريس يعني كلها سوا عم نشوف هالحالة اللي بدها تصير نحن بس ناخد الأربانة بالأداس نتحول بس مثل ما بيقول الرب أنه بالآخرة كل الخليقة ستتحول بلحظة تنطوي وتتغير ويسلم كل شيء للآب هايك بيقلنا مربولس عن المسيح آخر شيء كله بده يتسلم للآب بس نحن نوصل لغاية التكريس اللي هو تسليم الله كل شيء بس بهالوقت بدنا مثل ما عامل يحنى المعمدان نتوب نتوب ونحضر آآ مجموعة مهيئة للرب آآ آآ اديش اديش الوقت رح يسمح لنا وطاقتنا لحالنا ما فينا سيدنا هل بإذا واحد بده يتقدس لأنه هالريهين كتير مهم ريهين أبدي صحيح إذا واحد بده يتقدس لحاله في يوصل أو عايز يطلب للحقيقة المساعدة من الرب الله بده يطالبنا كلنا سوا ببعضنا أنا بيطالبني أكتر منكم لأني متران خليفة الرسل وبده يطالبني على قد مسؤوليتي إذا قصرت بدي يحاسبني إذا أمت بواجبي والناس ما تجاوبوا بيكون قال لي أنت أمت بواجبك بس أني ما تجاوبوا بس إذا سكتت بدي يحاسبني على صمتي حامل رسالة وهذا الشي اللي بموضوع التكريس ويعينه وهذا الشي مرة حكينا فيه أي منتقدونة أنه أنت بدك تخلط حالك ما فيك تفوت على السماء إلا مع غيرك وين الجماعة؟ وين مسؤولية الفرد عن الجماعة والجماعة مسؤوليتها أنه تساهم بخلاص بعضها؟ هلي بيرفض؟ أوكي بس هلي ما بيسمع الكلمة بسبب تقصيري؟ أنا بدي أدفع التمن قدامه بيقول القديس الكبير الخوري أرس نعم بيقول إذا خلصت نفس كون أكيد أنه نفسك خلصت كمان حلو دي مهم نخلص غيرنا ونخلص أكيد تنبلش متل ما قلنا بنا نبلش بحالنا بس دي مهم نخلص غيرنا ورح متل ما عم تقول سيدنا أنت رح ننسأل عن غيرنا بالفعل؟ ماذا فعلت بأخيك؟ صحيح قلت قلت ماذا فعلت بأخيك؟ هابيل قال له شو أنا ناطره؟ قال له دموا عم بصرخلي من الأرض شو عملت فيه؟ ونحن هلأ شو في حروب العالم؟ التكريس هو مناقض للحرب حلو الحرب هو يرفض الله لأنه مثل ما بيقولوا كانوا يخترعوا أسلحة للحرب هلأ صاروا عم بيخترعوا حروب للأسلحة شي خطير نعم وصار فيه يعني فكر الشر صار كبير يعني حتى عم نشوف حروب استباقية إنه نعمل حرب نستبق حرب أو نستبق تنبيع تنبيع وفكر شر صار كتير طاغي على المجتمع استراتيجية للشر يعني عم بيعملوا نحنا من هيك اليوم شو فكرة إنه نحنا بنعمل مسير تكريس نعمل استراتيجية للحب شو حلو يعني نحنا نحن هون لأنه اليوم صار بالدنيا فيه كتير استراتيجية للشر صرت ما عم تقدر تتخيل كيف عم بيجي الشر نحن اليوم بالتكريس عم نعمل استراتيجي للحب عم نرجع ندرس النظم نستفيد من النظام لعودة الحب وعودته على القلوب وعودة السلام وعودة المحبة هذا اللي عم نعمله بذكرني بعتقد بكلام البابا القديس يوحنا بولوس التاني اللي قال إنه النعمة أو الأداسة كمان هي بنية تحتية يعني إذا كما عم تقولي إذا منخلق آلية للأداسة أو منسحل الناس توصل على مراكز فيها تعيش أداستها نقدر نوصلها لكلمة نخلصها النفس يعني متل ما الشر هو فردة ونظامة كمان الأداسة هي فردية ومتل ما عم تحكي نخلق استراتيجية نخلق استراتيجية بتعريف أنا هون بدي أحكي شغلي نحن أوقات أغلاطنا هلأ أوكي فيه ناس بيجوا بيقلوا لك فيه جرائم كبيرة فيه ناس عملت نكرانات كبيرة فيه خطائية كبيرة بس أغلب الشعوب وخصوصي الشعوب هي ناس طيبة خطيانا ما أنا خطائع ما حدا قاتل قتيله ولا حدا سارق بانك ولا بيجوا بيقولولي لا ما هي خطيانا نحن بلا ما نحس عم ننجرف بخطايا هاي الخطايا عم بتبعدنا عم بتخلينا نكون عم ندخل بستراتيجية الشر بلا ما نحس وهي خطايا كتير بسيطة بجوز نميمة بجوز محبة ظهوري أنا بجوز لأنه أنا بدي خير لحالي ما بديها لغيري بدي إشيه كتير بسيطة حسد هي هي اللي عم بتخرب وعم تعمل نحن وقت عم نرجع ندخل استراتيجية الحب عم نرجع نحكي بلغة تانية بلغة بتطلعنا من ذاتنا يعني أنا هون شو هو بالتكريس أنا ولادة جديدة برجع أنا برفض خطأي كل يوم ليش أنا كل يوم بتكرس لأنه كل يوم برجع برفض الغلط اللي أنا بوقع فيه لأرجع من أول وجديد ابني هالقاعدة ابني هالسلام غير عاداتي أوقات في عادات عنا دخلت هاي العادات وخربطت مسيرتنا نغيرها بهالطريقة بالله شوية ع شوية موقت مندكك ياسوع مندكك وشوية شوية بحياتنا وبعدين بيغزي سيدنا بيقوله يعني كبار الأديسين وكلهم أكترييتهم كان عندهم شغلتين مشتركتين نعم أول شي كانوا مكرسين لمريم بالفعل وتاني شي كان عندهم القرار أخذ قرار موقف إنه إيده على المحراس خلص داعي زينا اليوم هايدي هو الحقيقة ومتل ما قلت قابل إنه مريم هي أمنا وأمنا القريبة منا ومن طبيعتنا بشرية إذن الإنسان كلمة عمق بحبه لمريم كلمة اكتشف ذاته كيف الله خلقه قبل ما يقع بالخطيئة على حقيقته وبيحن للعودة لأله هالحنين للعودة لأله هو بناء استراتيجية الحب لأنه بتلاقي عالم اليوم بهم السيطرة على العالم بيخلقوا حروب وعندهم استراتيجيات للشر متعددة قد ما بدنا بس استراتيجيات الخير واحد عمل استراتيجية خير يسوع المسيح وبعد منه ليش ما نحن كل واحد بيجرب يعمل استراتيجيته للخير ويكون عنده نفس العناد لا بل أشد بسبيل تحقيق هالاستراتيجية لخلاص العالم ما زال اكتشف أنا وقت اللي بكون مع ناس بحبهم بالصحراء وعم يموتوا من العطش واكتشفت نبع بسكت إذا سكتت بكون أنا قتلتهم إذا حقيقة بحبهم قبل ما أشرب بلش صرخ نبع 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 ركده وهذا هو اللي نحن من خلال مريم عم نكتشف هالنبع اللي متدفق من مريم اللي هو يسوع رجع الدفق من قلب يسوع على الصليب اللي هو الإفخارستية والعماد بدنا نوعي الناس على هالبعدان واللي عم بتدلي عليهم مريم كل الوقت بكل شي بتاعهم مريم عم بتدلي على يسوع على الإنجيل على الإفخارستية على الصلاة على الصوم كل هاودي عايش مسيحيتنا إذا منعيش مسيحيتنا إذا المسيحينا دايما بقلونا طلابي إذا منعيش مسيحيتنا خمسين سنة كل المسيحيين معت في غير المسيحيين عوجي الأرض واو هالي استراتيجية بكلمة حبة منقولة يعني هالهدا الحلو يعني متل ما قالت مريم ما بعرف كيف الكلمات اللي اخترتن انت سيدنا بس منقول نحن بالتكوس عننا سبب سرورنا بالفعل سبب سرورنا لأنه هي بالآخر يمكن خلاء الرب وباللا وعي تبع نفسنا عايزينا لأنه من أعلى الصليب آخر وصية هذه أمك هالقدة يمكن عايزينا بالوجدان تبعنا مثل ما عايزين النبع اللي هو يسوع اللي هو نبع الأداسة والحياة الأبدية أنا بدي علق على شغلة القرار بدي علق كنت عم بتقول القرار بس أنا حبيت كتير رجع أكد علي سيدنا استراتيجية الحب عايزين نحط استراتيجيات حب لأنه قد غلب العالم يعني هاستراتيجية لا بد أنه تؤدي إلى الفوز فوز قلب الطاهر نحن أنا و سيدنا عم نكتب استراتيجية حب عم نكتبها ونحاول نشتغل عليها هيدا سكوب صارمنا عليها فترة أكيد هي نتيجة صلوات سجود للإربان عم نكون قاعدين على الإربان لساعات ونفكر كيف فينا نحب وشو يعني شو أصد ياسوع بكلمة حب وكيف ما نحب لأنه نحن اليوم كتير الحب مغلوط عنا يعني منفكر الحب أنا عن نفسي كشانتار كان فكري الحبية أنه هاي حبيبي ببوسك وهيك وأنه هاي بحبها لا اكتشفتنا أنا إذا ما عم بسعى لخلاصة ما عم خبرة عن غلطة إذا أنا ماشي معها وعم سايرة على غلط ممكن يكون أنا ما بحبها لو بوستها ولو عطيتها هالحب اللي ممكن نحنا هيك مفكرين يعني بمجتمعاتنا أو بتقاليدنا خليني أحكي من حالي بجوز في ناس متخطيطة منا فهمانين حقيقة حب يسوع يسوع بيقول كما أنا أحببتكم أعطانا المفتاح قالنا أحبوا بعضكم كما أنا أحببتكم بشان هيك نحنا أخذنا شعار لعيلة قلب يسوع سوريا سنكون الحب بقلب الكنيسة هيدا لتاريزة تاريزة هلا جاينا على عيدة فنحنا بالفعل شو يعني سنكون الحب عم نحكي على عم نكتبع للاستراتيجية بعدنا سنتراتيجية كانت شبه حالة لجندارك قديسة جندارك كانت جندية مع ساكر السماء سأكون الحب بقلب الكنيسة نحنا عملناها سنكون بقلب الكنيسة أمي سوا أمي سنكون الحب بقلب الكنيسة هيدا شعار عائلة قلب يسوع سوريا إنه لحنحاول نحنا نمسك إذن بعضنا ونكون مع بعضنا هالحب آخر كلمة أنا كتبس بدي أقول هو بالفعل كلمة قرار كتير مهمة ما فينا إذا ما إلنا هاللحظة أدمس معنا نحنا أدمس معنا إيه وهيك وحلو بس لازم نقول هلأ بدي أبلش أنا اليوم معلش لهلأ ما عملت شي فيني هاللحظة أعمل هالدقيقة خلاص لازم ناخد قرار لازم نمسك إذن بعضنا لازم نقل له يسوع أنه منحبه لازم نقل له لازم نقل له يلا كمنا سوا شلطرين يا عدرة أدت الساعة يعني في كلمة أنا أقول تحتوي لمعناها يعني أو بتفعل معناها بذاتها هي يسوع الله يخلص وبيقوله مريم كمان هي كلمة السيدة سيدة النور السيدة السامية أو سيدة البحار أو نجمة البحار يعني يقوله الجهنم كلها بترتعب لكلمة يسوع ومريم بقى كمهما نعيدهم بصلاواتنا ونركز عليهم باستراتيجية الحب يجب أن نخلقها بهالشي باك لأنه نحنا بالآخر سيدنا يعني بيقوله البابا عنده خاتم الصياد البشر سيادين البشر نحنا بالآخر بدنا نخلص يعني مش حلو نطلع لواحدنا لفوق مش مش حلو مش كاملة كما قلت حضرتك مكينة خلاص جماعي خلاص جماعي فردي بس بدي أنا أرفع الجماعة إذا ما رفعت الجماعة يسوع مات على الصليب ده حتى كلنا نموت معه تنقوم معه بنرجع على فكرة المحبة كما هو أحببنا بالضبط وهان نقطة لذكرتها شونتال رائعة أنه الحقيقة اللي بحبه بدي ربيه من يحبه الرب يقدمه بإنا مربولوس هذه كلمة كتير مهمة اليوم هيك صارت أنا أمتل اللبنانية ما كتير بحبها الشعبية حسن لأنه يعني شوي كتير شعبية أخلاقية أكتر ما هي روحية بس إن كل واحد على دين الله يعينه لا تدين يعني مثل إحفظنا لا تدين كي لا تدان والإنجيل كله حطيني على جنب بس في بغير رقائية بيقول دينه ولكن دينه بالحق بالضبط إذا خيك أخطأ رجع عنبو وابخو إذا جيب الكنيسة معك كمان بالضبط يعني إسهار على خلاصه بالضبط هذي المحبة هذي المحبة هذي المحبة يسوع محب للفريسيين كيف حب للفريسيين كيف حبهم قلنبهم حاولي وعيهم ما حبهم بإنه قالهم إيه برافو يلا لا يعني إحنا اليوم لازم نكون شهود للحقيقة نشهد للحقيقة نشهد ليسوع نشهد للحب الحقيقي نسهر على خلاص بعضنا قد ما منسهر على خلاص بعضنا ما نكون عم نعرف نعيش يسوع دعم لهالكلمة عفوا الشاب الغني بيجي لعندي يسوع بيقول له أيها المعلم صالح قال له مين خبرك أني صالح لا صالح إلا الله وحده إيه لا صالح إلا الله وحده طلع في يسوع أحبه قال له بدك تكون كامل روح بيع كل شيء عندك ما أدري بيعليه أنه كان غني مضى حزينة يسوع أحبه فيخلصه إذن يسوع بيقلولك الناس شو هالمنطق قال له ترك كل شيء عندك كيف مين في يترك كل شيء عنده إذا كان اللي بجيبتي إلهي بدي يتركه إذا كان عم بيستخدموا وسيلة ليه عبادة الله بيستخدمه ويمكن هذا اللي نحن بدنا ننتبه له مين وقالله بالنسبة لألي هالتوتر كلنا عايشينه بالعالم وخاصة المسيحيين وخاصة الكاتوليك يعني أنه من ليس معي هو علي الرب كان راديكالي قال لي ما عم بيجمع عم بيخلص الفوس عم بيفرق عكسي يعني كل لحظة من حياتنا محسوبة أنه أنا كيف دعيش هالرحمة مع خي هالتطحية لخي الإنسان أخذها كفرصة فرصة المساعدة بذات الوقت كما عم تقول سيدنا وبركة منخلص هيك بكمة من عندك نعم بدنا نعلم يسوع للعالم إعلان يسوع للعالم بيتعانق فيه ثلاثة الحقيقة اللي هي الله والمحبة اللي هي الله اللي يعاتي ذاته والتواضع والتواضع اللي هي طريق قبول كل ما بيقل ليها الله بيخده عن جد حتى تقدر إخد قرار خلاصي هل بالفعل عم يتعانق فيه الحقيقة مين بدوا يربي أولاده ويشوفهم عم بيشرده ويقلهم ما على الشي خليكم كامل وهيك مازالكم مبسوطين فيها ما بيكون بيحبه والمحبة بتقتضي أني انقذه والتواضع بتقتضي أني كون أنا بخدمته حتى أرفعه وهيك كان يسوح سيدنا ما بين شبع من حضوركم معنا سيدنا ليس سليمين سكرا مادام شانتال ستيفون نحن بالقلب وبالروح معكم لتكريس سوريا و إذا ما نكرر السوريا نكون كمان عم نعيش فعل تكريسنا للبنان كمان يعني كل هيدا مثل ما قلنا بس نصهر على خينا نكون عم نصهر على نفسنا مشكورين لهالكلام نحن ناطرين استراتيجية الحب الحب العظيم اللي هو يسوع المسيح إلهنا ناطرين منكم هيك هالوسيقى وأنا كتير حبات أنه هيدا اجت من السجود قدام الأربان المؤدس الحوار مع الله اشتركوا في القناة